اهلا بكم فتاة مطبخ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ايوة زي ما قرأت في العنوان انا اللي ولعت الفحم بالمكنسة القاربة ممكن تكون ناس عرفاها وممكن لا يلا بينا هوريكم دلوقتي عملناها ازاي بحط الاول بجيب كده كان فحمية كبيرة وحطوهم على عين البتجاز بولع عليهم واسبهم كالحد ما يولع وقلبهم وهم مع النار كده بحيث ان هما يتحرقوا كده من كل حد اه وده بقى الفحم اللي انا هحط عليه باخد بقى خلاص اللي ولعوا دولة وحطوهم على الفحم اللي لسه ماولعتش ممكن انقولها وبعد كده بقى اروح اخدها بعد كده اه واحدة في مرة قالتلي اه حطي منديل بالليه زيت وولعي فيه وحطيه وسط الفحم يعني اليوم ده كنا هنموت حرفيا من كترة دخانة وبطريقة فضيعة هنا بقى معي المكنسة اه مش مش هعمل في الفتحة بتاع الشفت دي الفتحة بتبقى وراء في اي جهاز مكنسة بيبقى فيها الفتحة دي بتبقى اه جهاز طرد او بلاور باخد كده الخرطوم وحطه في الفتحة اللي مورا دي سامحوني على التصوير لان كنت مسكى الموبايل بايد وبعمل بالايد التانية بدخله في الفتحة دي كويس وشغل المكنسة بتاعتي اه بس ما تشغلهاش على اه لمدة طويلة عشان هي بتسخن لان ده معمول بس عشان لو خرطومك تسد او حاجة تعملي طرد الحاجة اللي محشورة جوا حطيت بقى الفحمات اللي احنا كنا مولعينهم وابتدي كده اه اعمل عليهم بالمكنسة بدل معه دهوي بقى وايدي كد تتكسر بصراحة على بال ما اللي اشتعال ده يحصل دلوقتي في دقايق بقى بقى بكون مولع الفحم واجيب بقى اللي مش مولعين كده على الوش واعمل تاني بالمكنسة اوعي اوعي عشان ما تدعيش علي تعملي بالشفت لقى الشفت طبعا هتشفط كل الفحم ده جول والمكنسة وهتبوس على كده خلاص خلاص قلبت كله تمام وبفسحه كده عن بعض واسيبه يهدى عشان اشوي احلى فراخ بحط الشبكة تسخن وارص جواها الفراخ او ارص عليها زي ما تحبي عشان ما تلزقش معاكي وتلاقي الجلد تقطع ان شاء الله تجربي الطريقة دي وتدعيلي واقوع وتدعي علي باي